تحقيق الذات وإشباع رغبتنا ما بيقتصرش عند مرحلة معينة من العمر بل بالعكس كل ما كان جوانا طاقة إيجابية أكيد هندي في كل مرحلة من مراحل عمرنا وخاصة لما بنكبر لما بنكبر بيكون عندنا تراكمات من التجارب عندنا بنكون فاهمين نفسنا أكتر إيه الحاجة اللي هقدر بالفعل إن أنا حقق نفسي فيها بعد الستين ولا مش هحقق ده الحقيقة اللي هنعرفه النهاردة من خلال وجود ضفتنا اللي مشرفونا وستاذة إجلال محمود صاحبة مشروع منتج مصري أهلا بحضرتك معينا وكل سنة وحضرتك طيبة وأنتي طيبة وأهلا بيكم أنا إجلال محمود عندي 67 سنة بدأت من حوالي 3 سنين بدأت وانا عندي 64 سنة إن أنا أعمل حاجة عايزة أشغل نفسي عايزة ألاقي نفسي اكتشفت إزاي بقى نقول كلنا في لحظات معينة من العمر ممكن يصيبنا الإحباط أو اليأس ده صحيح أنا لسه هبتدي إزاي قدرتي إن أنت تتغلبي على الشعور ده كان لازم أبدأ وإن أنا أحارب الإحباط واليأس وإن أنت دخل في مرحلة ملهاش لازمة فلازم تبدأي من أول وجديد تلاقي نفسك وخصوصا أنا بمارس التأمل فده ساعدني إن أنا أبدأ نفسي ولقي نفسي وأفكر إزاي أصير حياتي بطريقة حلوة كان إيه كارير الأساسي اللي حضرتك كنت فيه؟ يعني كنت باشتغل في الشركة أو يسبت الشغل وأنا عندي 40 سنة ومن ساعتها وأنا مشتغلتش ولا فكرت يعني من 40 ل 63 كل الفترة دي كنت قاعدة ما بتشتغليش؟ لا خالص ولا فكرت بس في لحظة ما حسيت إن أنا لازم أكون موجودة لازم ألاقي نفسي من أول وجديد وصيح حياتي بطريقة حلوة أرغم إن حياتي أنا شخصيا مش اكتماعية بالمرة بس كان لازم يتبقى في الضل يتبقى في النور فاخترت إن أنا أبقى أقوم وابقى موجودة هل خلينا نتكلم بصراحة هل إجباع الزيت ولا قد يكون في بعض الحالات الاحتياج إن إحنا الاحتياج المادي مثلا هو اللي خلاكي تبتدي تفكري في حاجة برى الصندوق لا مش الاحتياج المادي الاحتياج المعنى هو إن أنا لازم أكون موجودة الحياة بتفضع حواليك وبتتغير حواليك في كل حياة في مراحل حياتك فأنت لازم تمسيك الخيط وتبدأي من أول وجديد مش سهل بس لازم البداية لازم تلاقي نفسك خلينا ندخل بقى في الموضوع ونتكلم عن مشروعك يعني أنا بسافر كتير سيوة وده اللي خلاني بدأت إن أنا يعني استفزني إن أول مرة أسمع على حاجة اسمها مربة كركدي مربة كركدي صحيح فعجبتني جدا ودقتها وعجبتني ورجعت من سيوة وبعد ثلاث سنين لقيت عندي كمية كركدي وأنا عادة لوحدة في البيت طب أنا ليه ما أعملهاش لو بصت مني إيه اللي حيجرى يعني مش هقولك إنها نفعت من أول مرة بس لما طلعت معي صح شجعتني إن أنا أبدأ حاجة تانية طب أنا حاب وعجبت الناس لنا أصحابي الناس القريبين يعني فكرة إن أنا أبدأ مشروع ما كانت شبالي بس إن أنا أعمل حاجة أنا بحبها لأ وحاجة برا الصندوق يعني إحنا متعودين على مرباط معينة مثلا المشمش الفراولة لكن الكركدي دي حاجة مختلفة صحيح يمكن حتى بتاع القاهرة ما كانوش يسمعه أنا شخصيا ما كنتش أسمع عن حاجة اسمها من رب الكركدي وأنا عادة لوحدة حتى ما لقيتش فيديو إن أنا أرجع له أرجع له فعادت أفكر المربة دي بديت عملي زي واحد اتنين ثلاثة طيب طبعا هي طبعا لها تكات بعد كده أنا فهمتها وعرفتها ما أنت أكيد عرفتي من أهل سيوى بقى لا محدش بيقولك أهل السر السر محدش بيقولك لا 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 فمرة على مرة اتزبطت معايا وعرفت أصنعها صح وده كان حافظ أن أنا أبدأ من أول وجديد أعمل حاجة تانية حد من الفنين طلب مني مربة الحرنكش كنت مستغربة جدا حرنكش إيه لن هعمله مربة فعملته فعلا مربة ونجح برضه مش من أول مرة يعني ليك الصبق في مربة الكركدي ومربة الحرنكش طبعا فيه ناس كتير أكيد أعملوها تانية بس كل واحد وليه لمساته يعني أنا دايما حتى الطبخ لما بتعمليه أنت نفسك في الأكل هو اللي بيفرق صحيح عني عن غيري فكان لازم أعمل كده كمان بدأت بالجرانولا الجرانولا اللي هي إيه بقى شوفان مع مكسرات مع بزرك التان مع نوعين اللب حاجات ميكس كده جميل اشتريت كل الحاجات اللي موجودة في المحلات الأنواع بتاعت الجرانولا عشان أنا أعرف أتميز بإيه أضيف عليها إيه إيه لمساتي أنا الخاصة اللي ممكن أضيفها بيقالي أن الجرانولا دي مفيدة في التخصيص بالضبط وصحية جدا أنا وبتشبع وحاجة حاجة كويسة كانت بنتي دايما بتجيبها فأنا ليه ما أعملهاش فمزلت أتفرج واشوف إيه الأنواع كل منتج بيعمله بطريقة الشكلة طبعا أنا أعمل الحاجات دي كلها في حاجة واحدة وادقها يعني كتير دقوها مني وقالوا إنها كويسة جدا أنا عايزة أقف عند حتة إن أنت الدوقي دي ده معناها إن أنت زواقة علشان تقدر تزبطي بقى المزاق لدرجة معينة تعجب كل الزباين آه آه بعدين مش أنا الوحدي مش أنا اللي حاكلنا الوحدي لازم حد غيرك وغيرك من القريبين يقولك الحاجة دي حلوة لا لا كمان بتضيف عليها حاجة شوكولاتة درك يعني أعمل نوع كده نوع بالعسل ونوع بالشوكولاتة درك مع نفس المكونات الموجودة في ناس كثيرة جدا بتفضل الشوكولاتة درك طب ليه ما أعملهاش أخصى أن الحاجة الشوكولاتة برضو حلوة جدا تعملي الشوكولاتة من الأول خالص لا 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 بشتري الشوكولاتة الدرك عادي واضفها على الجرانولة على الجرانولة آه يعني أنا مش عارفة دوق أنا عايزة دوق حقيقة حضرين جايننا في وقت الصيام وعليش كل سنوات طيبة طيبة فدي برضو عجبتني جدا فيها مكونات كتيرة قوية كينوة مع بزورش مع شوفان مع بزركتان حاجة كده مكسي كده جميل وفعلا طعمها حلوة حضرتي كمان بتستعيني بنقول إيه بمواد فيها فايدة وإحنا ما إحناش عارفينها أو عارفينها وما بنعرفش نستغل لها لاستغلال الصح بالظبط بعض أعرى عن المنتج كتير أشوف إيه فوائده إيه لأنا ممكن أقدمه لغيري مش مجرد المنتج جميله بس أذكره أذكره إيه فايدة الكركة دي إيه فايدة الحرنكش يعني الحرنكش ده حاجة حلوة جدا الحرنكش إنه الفاتح البرطمان الفاتح هو ده الحرنكش حتى الرنج رغم ده حضرتي مسيكي لا أمسيكيها ده الحرنكش ده الحرنكش تحب أفتحها ولا أشبها كده نفتح ورينها أوكي شكل العبوات كمان ده شيء مهم أوي بقى في جزئية التسويق آه طبعا آه طبعا دي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتخليني إن أنا برضو أكيد ما فوش مقاط حفظة طبعا لا لا خالص إطلاقا بلدل أشوف اللعبوات الموجودة وشوف شكلها إيه ويبقى لي أنا لمسيت الخاصة بي ما قلتش حد فدي حاجة كويسة الكراكرز ده برضو كان حاجة حلوة جدا ده ولا ده ده الكراكرز ده اللي هي رقائكم المشبعة ده تمام ده كمان بدأت بالجنزبيل الكندي حد طلبوا مني ما كنت شعرف يعني في حاجة اسمها جنزبيل الكندي لقيت إن في حاجة ولقيت في فيديوهات عادت تذكرها كويس جدا حتى اللي كانت بالأجنبية عادت ولادي ترجموها لي وعادت عاملها ما نجحش من خامس مرة ولا من أول مرة بس نجح بعد كده الإصرار بيخليك تنجحي أكيد نقول الرقائق دي إيه فايدتها دي بتشبعك فيها مكونات كتيرة جدا فيها بزرشية فيها كنوة فيها حاجات فيها شفان فيها نوعين من اللب فيها شمر فيها ينسون حاجات كتير أنه نوع من أنواع اللب بقى اللب الأصمر اللب بتاع اللي هو اللقر على العسلي آه بتاع اللب الأبيض اللب الأبيض ملقيه البرطماني الأسود ده كركدي دي بقى البداتي بيها دي وش السعد علي مربتي كركدي بتاعت سيوة اللي أنا عملتها وهي يعني أمش عارفة أفتح البرطمان جامل مش كلا أوي ما لازم يتقفل كويس عشان أكيد عشان ما يخشش هوا ويتفاعل معه بالزبط ملقيه آه دي ده الجنزبيل آه ده الجنزبيل بعمل كمان قشر برطقان بعمله كاندي بس للأسف أنا نسيت أجيبه برضو من الحاجات الحلوة جدا وقشر البرطقان كله فيتامين أيوه فيتامين سي وطعمه كمان لما بتعمل بيبقى حلو أوي 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 تحطي فيه إيه بقى يعني تضيفي عليه إيه أنا عارفة إن هو بيتلف صح كده يعني هو فيه كذا طريقة للعميله مش لازم يكون ملفوف ممكن يتقطع شرايح ممكن كمان يتحط عليه بعد ما يتعمل خالص في الآخر يتحط عليه شكولاتة دارك برضو بيبقى حلو جدا الله زي الزمان كنا بنكل مربط اللارينج أعتقد إن البرتقان لما هيتعامل كده يبقى شبيه باللارينج هو اللارينج حلو جدا مزل شوية أمر قوي يعني هو ليه شغلان حاجات كتير عشان يتعامل كم مربط بس ما بيستخدمهش غير مربط ما بعملش إشر لا بعمل إشر برتقان إشر برتقان آه يعني بدل بدل ما نرميه نبتدي إن إحنا نستفيد منه آه فعلا بسويه كمان بطريقة حلوة جدا بتسويه آه طبعا دينا نبزة كده ماشي بسويه في عسير برتقان بضيف له نكهات ينسون نجمة الإرفة العدان القرونفل وبعد كده بشيله من عسير برتقان أحطه على حاجة ينشف واحدة واحدة عارفة كانك بدغد حاجة كده بتدلعيها واحدة واحدة لغاية لما ياخد وقته وضيف له شوية سكر خفيف عشان يبشكله كمان حل يعني خاصة في أيام الشتاء كله فيتامين فيتامين سي آه الحاجات دي مهمة جدا جدا وأسناك حلوة وصحية آه مدام إجلال كمان مش برتمانات بس هي اللي فيها اللي نقول المنتج لكن في العلة بشكلها كمان جديد وشكلها حلوة نزلت أدور إزاي المنتج ده القيم ده أحطه في حاجة وعدت أدور كتير جدا لغاية لما كان لقيت حاجة إن أنا إشيكي تحط فيها ما لازم الحاجة الحلوة يعني حطيها في حاجة حلوة بالضبط لأنه ممكن المنتج يبقى حلو لكن طريقة التقديم مش حلوة بالضبط فتخلي الناس ما تستجبش يعني بالضبط بالضبط أهم حاجة كمان تعرضيها إزاي صحيح تعرضيها في طريقة شيك لأن الحاجة حتى مهما كانت حلوة وعرضيها في طريقة مش حلوة فاهمة لاش إيمان لازم تعرضيها في طريقة حلوة دي كانت برضو ضمن الحاجة اللي أنا أدور عليها العيلة بإذنانة أجيبها منين وإزاي وحطها إزاي وأعتقد دلوقتي كمان الناس كلها أصبح عندها وعي كبير بمدى أهمية المنتج اللي نقول الصحي مع لهوش كيميترز ومع لهوش مواد حفظة أه الناس بقيت فاهمة قوي أنها تختار الحاجة الطبيعية لأن دي سكة تانية خالص حاجة أحلى وأنقة ومفيدة يعني نقول مدى الأقبال بقى فئة عمرية معينة أو فئة اجتماعية معينة لا طبعا كل بيدور على الحاجة الصحية فالناس فعلا حاجة صحية ورخيصة يعني قشر البرتقان بدل ما احنا بنرمي بالظبط لا هبتدي أن أنا أعيد أعيد تصنيعه بطريقة حلوة وينفع كل أهل البيت حتى ممكن تخذ خليفة الكيك بالظبط يعني وعلى فترة ممكن بنحط البط فيه قشر البرتقان وعصير البرتقان بالظبط بالظبط على اللمون مثلا على أشر اللمون ولا لسه ما جربتيش لا جربته بس اللمون الأضالية عشان كبير عشان كبير وعشان أشرته شوية بتبقى سميكة سميكة فبيطلع حلو وده برضو بيحتاج كيميكوا كمان الفكهة كيميكوا اللي هي شبه هي زي شبهة ليسفاندي بس صغيرة قوي يعني أنا حتى لما روحت عند الفكانية ما بيتش عارف ده برضو عملته كاندي حلوة جدا مع أشر برطوعة لحنا لازم نقابلك بقى في غير رمضان عشان نقدر ندوء ونقول لسادة المشاهدين انتبعاتنا ايه ايه النصيحة اللي حضرتك تقوليها لأي حد نقول بعد المعيش ازاي يتغلب على اليأس ويبتدي حياة جديدة ما تخافش ما تخفيش ابدأي خليكي قوية يعني لما تفشالي ما فيهش اي حاجة ايه يعني لما طوعي ما يجرىش حاجة يعني لما المنتج يبزوا منك مش هيجرى حاجة ابدأي مرة اثنين وثلاثة يعني دي حاجة لازم نقولها لكل ستقول قولها لنفسنا قبل اي حد صحيح مدام جلال محمود مرسي لوجود حضرتك معنا ومرسي للطاقة الإيجابية الجميلة لحضرتك ديتهنة مرسي لوجودك شكرا لحضرتك